الكان بقى والاستعدادات بتسير على قدم وساق هحطوكو في الصورة جزئيا وبعد الفاصل طبعا في الفقرة التانية اللي هيكون معانا الكابتن الكبير والخبير الكاروة الكبير الكابتن عدل تايمة ونجم التحليل المنطلق الكابتن أحمد بلال هقولكو الدنيا ماشية ازاي نسبيا ممكن هنلعب مع مين لانه لغاية دلوقتي المسألة فيها لغز شوية تابعتوا حضراتكو طبعا النتائج النهاردة أسفرت المسألة في المجموعة الأولى مصر خلاص بالعلامة الكاملة دخلت أول المجموعة الأولى بتسع نقاط دخلت معها أغاندا أربعة الكونغو الديمقراطية غالبا دخلة تالت لانه عندها تلت نقاط والأهداف هتبقى مؤثرة حزبة الأهداف له وعليه هي اللي هتحسم المقعد التالت في أكتر من مجموعة الكونغو الديمقراطية على نظيف لها أربعة وعليها أربعة وده نعمة لانها هتلاقوها عليه كتير قوي فواضح أنه الكونغو الديمقراطية حتى الآن بالتلت نقاط والسكورن السلب اللي لها ولا عليها عندها فرصة كبيرة جدا أنها تكاد تكون ضمنت الدخول لدور 16 كتالت مجموعتنا المجموعة التانية مدغشقر يعني الكونغو رغم الأربعة ليها أربعة وعليها أربعة غيرها عليه كتير بقى غيرها هلاقي مثلا خدوا بالكو حاجة الست مجموعة في مجموعتين اتنين بس مش هيأهلوا أربع مجموعة هيتاخد منهم تالت أحسن أربع توالد يعني فيه مجموعة فيه اتنين هيأه فيه اتنين بس اللي هم فيه اتنين توالد هيخرجوا أيوة المجموعة التانية مدغشقر سبع نقاط مفاجأة المطورة طبعا طبعا حسن الأسود تكسب نيجيريا ست نقاط غينية أربع نقاط إذن غينية ضمنت الدخول غينية ضمنت الأربع نقاط مفيش تالت هيبى بأربعة وليلين اللي هيوصلوا لأربع نقاط فالمجموعة التانية اوكي قدمت التالت منتخب مصر كأول المجموعة الأولى الجدول قال انه هيلعب معه تالت التالتة او تالت الرابعة او تالت الخمسة وهنا لما تقال تلاتة لانه مؤكد هيبى واحدة من التلاتة لانه اللي هيجل تنين فحتى لو جلت التالتة والرابعة يبقى عندك الخمسة جلت الرابعة والخمسة يبقى عندك التالتة فمبدئيا كل فريق لما بيتقال له دا او دا او دا التلاتة لانه حتما هتيجي واحدة منه فانت هتلعب لو التالتة جت لو في المجموعة التالتة اللي فيها الجزائر والسنغال وكينيا طيب الجزائر تسعة نقاط دخلت بالعلامة الكاملة اول السنغال ست نقاط دخلت تاني كينيا عندها تلت نقاط بس ليها تلت اهداف وعليها سبعة ما انا بقول للمهانسة عادة نستنى لانه في ناس عليها بلاغوا السجودة دا ليها تلاتة وعليها سبعة في مديونة باربعة جوان اذا كينيا لغاية دلوقتي ما عنداش فرصة انها تلعبنا او انها تسعد لكن دا متوقف على بقية المجموعات لان انا حلاقي في المجموعة الرابعة المغرب عندها تسعة نقاط دخلت كودفار عندها ست نقاط دخلت جنوب افريقيا لان احنا لو ما لعبناش مع كينيا هنلعب مع جنوب افريقيا جنوب افريقيا عندها تلت نقاط بس ليها جون وعليها جونين دي ريبة دي فهي ماينس جون لكن عندها فرصة في مباريات بكرة الخمسة مالي عندها اربع نقاط تونس عندها نقطتين يعني عندها فرصة هي لعبة تلت متشار لا هكلمك على البقيين عندها فرصة ان تبص على بقية المجموعات اه اه يعني هالحالها هيكون افضل من لان انا الاقي في المجموعة الخمسة مالي عندها اربع نقاط تونس عندها نقطتين انجولا عندها نقطتين مورتاني عندها نقطة طيب بكرة مالي هتلعب مع انجولا مالي وانجولا المنطق يقول ايه المنطق يقول درون درون الدرون هيخلي مالي خمس نقط وانجولا تلت نقط تونس هتلعب مع مورتانيا ده هتكسب تونس تكسب النقطتين اللي عندها هيبوا خمسة دخلت دخلت هي ومالي اول وثاني وفرق مورتهم مع بعض كانوا تعدلوا هي مالي عندها ستة مالي عندها اربعة ودونس عندها اتنين بس مالي هتلعب مع انجولا انت اعتقدت او توقعت تتعدلهم هاي عايزة تتعدل مكسب حتخش بالضبط خسارة حتخش احسن توالي مش عندها اربعة دخلت مالي اربعة وتونس اتنين مالي دخلت دخلت وانجولا اتنين انجولا اتنين برضه موزبور علي مالي عندها اربعة يتخسر فتخش احسن تلت اه 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 توالد لان محدش عنده اربع غير مين قبل كده قلنا غينية غيني يوم مالي وغيني حيخش هتبع عندك اه اه اتنين تاني مالي مالي انت هتدخلها بكام انت اعتقدت ان مالي عندها اربع اه دخلة دخلة مهم ما تهلق اول او تاني او تالت او تالت مفيش حد عنده اربع غير غيني اه اه لو خسرت من انجولا هتدخل اربع هتخش اه 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 هي دخلت هي دخلت اه بس هي عايزة تخش اول تونس لو اتغلبت ما تدخلش خالص لا تونس لو اتغلبت برا لو اتعدت يبتدي وبص عليها هي والتولد المجموعة الستة بس تونس مع مروتانيا لا يعني الكاميرون عندها اربع نقط غانة عندها نقطتين بنينة عندها نقطتين وغينية الاستوائية عندها نقط غينية الاستوائية هتلعب مع غانة المنطق انه غانة هتكسب فالنقطتين بتوع غانة هيبقوا خمسة بس الكاميرون عندها اربعة وهتلعب بينين وغانة ده اخر ماتش ليه اه غانة نقطتين الكاميرون اي اخي انا شوفت له ماتشوم الاخراني ده فمنطقيا كاميرون تكسب بنين هتبقى الكاميرون سبعة تدخل اول غانة عندها نقطتين تكسب غينية الاستوائية تبقى خمسة تصعد كاميرون وغانة اول وتاني والمجموعة دي الستة ما تأهلش تالت لانه هتوقف بنين عنده نقطتين وغينية الاستوائية عنده نقطة ده لو صح وتونس لو اتعدت هتبقى ثلاثة لا تونس انت بتكلمت في المجموعة الخامسة دي مجموعة اه لو اتعدت تبقى ثلاثة ايوة اه ممكن تغدخل تالت اه مقارنة ببيت المجموعة عشان كده بقولكو منتخب مصر لا دي حزبة برما يعني ما حتى الان الحمد للان احنا مش فيه حتى الان منتظر هنشوف تالتة التالتة تالتة الرابعة يعني هل هي كينيا صعبة انت دلوقتي منطقيا قريب من مواجهة جنوب افريقيا وقد تواجه انجولا او تونس او غينية غينية لا مستحيل او مالي لو خسرت فضلت اربعة لو مالي خسرت اهتبقى انجولا تدخل خمسة وتونس تكسب تدخل خمسة ومالي تدخل رابع تدخل تالت باربعة والله يوارد اذا هي الكرة في الملعب بين كل الاطراف لكنه طريقنا اللي انت حتلعبه تالت واحدة من التالت مجموعات دول زي ما تطلع بكرة حسب النتائج هتصفي معه باذن الله باذن الله دور التمانية هتلعب الفائز من نيجيريا وتاني السادة تاني السادة لو افترضنا انه ممكن يبقى غانة حسب الحسابات المنطقية يبقى انت بعد المباراة اللي جاية سكتك نيجيريا او غانة تروح لنصف النهاية تروح لنصف النهاية لو عدنا سكتك ما بين الجزائر واول الجزائر هيلعب الكون والديمقراطية بالشكل ده لكن اول سلي بس ما توصلش ما تجريش كده خلينا ما دور بدور ان شاء الله انت هتلعب حد متوالد لو كسبت هتلعب يا غانة نيجيريا اللي هو دور التمانية ده القضاء الرحيم بس نعدي الدور ده واللي بعديها سكت الجزائر ليه بقى لان غانة ونيجيريا اللي اتنين حالهم من حالنا بس نتائجنا احنا افضل كتير صحيح وزائد اني نجمنا اللي دينا يحدثون الفارق اعلى من نجوم بكل المحترفين اللي عندهم